السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم لتكملة الدروس الPHP وصلنا لي مكان كيف استخدام ال-get كيف نستخدم ال-get-values في ال-PHP طبعا ال-get-method أو بيسموا بعض الناس ال-get-method ماذا نستخدم ال-get-method طبعا ال-get-method هي عبارة عن طلب سترين معين هذا سترين معين يكون فيها ال-username دعونا نرى.. مي-paint مي-paint تشتغل على شكل القويري لسترين تتكون من ال-name slash ال-value اوكي هاذا حيتم إرسالها إلما لل-url وبتحصل على اسم just like the-get-method is just a query string contained from two parts name and value Paris and send to the URL of getting request طب كيف نستطيع أن نأخذ فكرة على ال-get-request get-request using by Google or Amazon just a few type for example PHP just like this so click for here نضغط على هذا for example نو خلونا نقول مثلا PHP photo like this اوكي هون هذا this one name get using get-method to get this URL اوكي for this picture هلا ال-get-method هي الطريقة اللي تم استخدامها حتى نحصل عن طريقها gedit خلنا نشوف gedit editor اوكي اذا ال-get-method هذا هو ال-get-method this is the get-method اوكي this is the get-method ال-get-method ال-get-method انه يعطيك كل ال-url هذا ال-url استفاد من عنده انه لما اجي اطلب هذه الصفحة مرة أخرى اوكي 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 بعمل اكوبي for example new tab right click paste it it will go to the same picture اوكي فبياخذك لل-same picture ال-get-method الفكرة من عنده بتستطيع في محركات البحث كثير وكذلك تستطيع في امازون لما انت تجي اليوم تشتري شيء بضاعة ال-get بيفيدك كثير انه يعطيك الرابط بالكامل فال-get contain from like some page for example .php حيث تكون مثلا page معين .php question mark اوكي السؤال عرامة السؤال بعد ذلك for example page equals 2 مثل ما احنا استخدمناها في الدروس السابقة صح؟ بهيك الشكل هذا هو الفورم اللي يمثلها ال-get-method اوكي عرفت كيف؟ طيب ال-get-method or the dollar sign underscore get in capital dollar sign و underscore مع ال-get بالحرف الكبير هذا بيعتبر super global variable اوكي هذا بيعتبر super global variable احنا شفنا كيف لما نعمل global variable كيف نستخدمها في داخل الفنكشن أو خارج الفنكشن من اي مكان من الكود اضف الى ذلك انه super global هذا بيسموها for short لتقصير الاسم دائما يكون موجود الرابط يكون موجود متوفر انه انت تتصلها في اي وقت او تبعثها لصديق هذا الرابط نسميها بطريقة ال-get اوكي that's it انه هذا نقطة رقم واحد اضف الى ذلك some other notes on get requests في بعض الملاحظات عن ال-get اللي هي ال-get requests can be catched ال-get طلبات ال-get ال-request اللي تعملها انت عن طريق ال-get في الانترنت منها جوجل مثلا لها قابلية انه دي تعمل catched بمعنى انه مثلا انت لما تجي تبحث عن اسم معين اكتر من مرة اذا انت كتبتها بتلاحظ المحرك الباحث لما تجي اليوم تكتب شيء تلاحظ انه هو بيجهز لك يا اوتوماتيكيا ال-get requests remain in the browser history ال-get requests بيكون موجود ويبقى في ال-browser history لما اليوم اجي ابحث عن ال-history اللي موجود في ال-browser ال-browser الاحظ كل هذا هي بطريقة ال-get ال-get requests should never be used when dealing with sensitive data المفروض من عندها لما نستخدم ال-get ما نستخدم ال-get مع المعلومات الحزاسة من هاليوزرنيم الباسورد sensitive data just like username باسورد اوكي ال-get requests ال-get requests ايضا عندها تحديد اوكي ال-get requests ايضا عندها تحديد لطول هذا ال- ال-url ال-get requests should be used only to retrieve data get requests استفاد من عندها فقط في حالة اذا انت تريد تعمل استيراد لديتا معينة هذا هي الفكرة من ال-get requests سوف نأخذ مثال عن ال-get requests نجي لي ال- وين انت؟ او خلونا نوقف هون نكمل درس القادم مع السلامة